بس اكيد المواقف وانت صغير يا علي في مواقف بتقف فيها في بداياتك مشكلة مدرب قصرة فيك وانت صغير لسه هناخد التاريخ الكبير لانت مريد بي بس اكيد في حد اثر في علي زين وهو صغير او نجم كبير شفته في الشاشة قدامك او شفته في ملعب الهندبول في ندل اهلي فأثر في علي زين طبعا في نجوم كبيرة اصرت طبعا فيها في الهندبول حصلي طبعا احنا ممكن نكلم اقوى على المشاكل حصلي مشاكل كتير قوي في النادي في النادي اه جا يعني فترة يعني مكنتش بقى لعب انا عافية انا صغيرين بقى اللي ما بتلعبش بقى زعلان ومش عارفية الكلام ده كله زا اي واحد اه تزعل تمشي ولا تزعل تزيد اسرار وتحدي على اللعب انا كنت يعني وانا صغير انا بزعل يعني ده بيزدني اصرار وفي نفس الوقت انا والدي كان دي فضل كبير جدا علي يعني دايما كان والدي ياخدني واديني روح نجري مع بعض نروح نلعب he was different انا ه shop with me الموضوع ده علمني ح الله كتك جدا انت زالد عزيز حماسك كنت دايما كنت بحاولا solche نفسي واظبط للناس اللي انا كويس جت فترة لمكنتش بلعب وكم اه امطنا ينادرجت اقول ا امتناه انا نرعب مرعب كبير consecutive ملعب صغير ملعب كبير. بكرة يا ده صغارة في ملعب كبير سمع بقى. ايوة. دي كنت مكنتش بلعب اول سنتين. فكنت يعني بحارب اللي انا عشان عاوز العب. عايز اعف عن طريق دي عشان بس نعلم السغيرين حقيقة. عدت سنتين ما بتلعبش لكن بتتمرن. بتمرن او بتمرن. وعندك هدف. بتمرن وعندي هدف وما بلعبش. ما بلعبش بصفة اسية. كنت بنزل بس ما بنزلش بصفة اسية. وده بالنسبالي كان تحدي كبير جدا. انا انا يعني انا فتكت فيه فترة ملفترات لما منتخب تسنين يتعمل انا مكنتش موجود في. منتخب لسي أول.ங في ما بتش موجود. يعني اول سنة ونصف مكنتش موجود في. اه كان بيحذر لبطولة. ورح تقبل اول بطولة الباحة المتوسط ووحت لعبتها ولعبتها كاملة. ولعبتها اساسي. مع كابتن اعماد ابراهيم. هو اللي خدني بصراحة. كلها مدada أبراهيم متجمعين مع المنتخب واحنا اما كنش في المنتخب بيتمرم مع النادي مع كالت موضوع سليمان. قل لي احساسك ايه? وانت ما تتجمعش في منتخب مصر او ما بتلعبش. ايه الاحساس? او طبعا الاحساس اللي هو اه انت عاوز اللي بقى موجود في المكان ده انا شايف نفس اللي بقى موجود في المكان ده. فده بيخلق من نفسك تحدي بتحاول تعمل بتضحف كل حاجة عشان توصل للحاجة دي. بتحاول تعمل حاجات اه يعني. حاجات استثنائية عشان تقدر تصل للحلم ده. لازم تقول لي ايه استثنائية عشان نعلم. لا انا كنت حاجة كتيرة يعني مسلا موضوع يعني يعني موضوع آآ آآ النوم بدري والتمارين كتيرة واكسترا في التمرين. تمارين آآ كتيرة مهولة وتمرين انت بكون صغير وآآ مسلا في الصيف آآ محدش تقريبين عن صغير صغير بيتمرن الصبح وبالليل. انا كنت بحاول اروح تمارن الصبح مع بابايا. بابايا كان بيخدني بصراحة. تمارن الصبح معايا وتمرن بالليل مع الفرقة. انا كنت فاكر الفترة دي الفترة دي لعبت منتخب راح ومسلا شهر ونص ما كانوش معنا. رجو شافوني واحد تاني خالص. يعني حتى لعبة نفسها ما كانتش فاهم استغربت للموضوع حتى الجسم يتغير. انا زي ما كنت تختوخة شوية شوية. شوية. اين تلاتة يعني السنوية عامة والكلام ده كنت اتخينت شوية. رجو لابني واحد تاني خالص كنت بروح اتمرن وبروح اجري ويعني كنت بستجيل يعني كنت شايف اي حاجات تتعمل التمرين وبقى كده ممكن حاجات تانية بعد ديها تتعمل يعني اصيف التمرين وبقى كده اصيف كده كانت كتباتي كتباتي كتباتي. كنت بتمنع نفسك عن حاجات كتيرة وكان صاحبك تقالوا معايا يا فاكر الزمان تعالا بقى معايا ناسيبك بل انت في افكس الكلام ده. في حاجات كده طبعا بس انت فاكست ولا? جات فترة روحت فاكست وحكاية نفسي بارجع 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 خطوات وجات مرة روحت بارجع تاني اه لا ده مش طريقي اه انا اعتقد اللعب الرياضي ما ينفعش يعيش عيشت صحابه اللي هما مش رياضين يعني انت ممكن تعيش عيشت صاحبك الرياضي. بس اللي مش رياضي ما تعيش مش صعف. عجبيني صراحتك. يعني يعني مش تبقى هتبقى بالنسبة لك هتقص عليك مية في مية هتقص عليك في المرب او حتى لو ما اصرتش عليك هي مش تتوديك لحاجة قدام يعني هتخليك نفس مكانك مش هتطلعك قدام فأنا شايف اللي عاوز يوصل في حاجة كده لازم يضحي بحاجات كثير قوي يعني يعني انا مثلا والعيلة عندي انا يعني هم حتى بيقول احنا اتحلمنا معاكمل موضوع الطفولة بقى وتروح وتيجي ونعمل بقى احنا اخذك نوديك احنا ويجيت نصر اهل الجزيرة تمرين 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 بس.